مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بموضوعية في هذه الحلقة نتلعى الموضوع المهندسين والكادر الذي يشغل كثير المهندسين في المملكة العربية السعودية وأصداد في هذه الحلقة الدكتور غازي بن سعيد العباسي وهو الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين مرحبا بك دكتور غازي وأنت طبعا أكاديمي سابق في جنب مملكة العربية السعودية نعم دعنا نبدأ بموضوع البداية كل ما يخص المهندسين دعنا أول نفهم ما هو المقصود أو معنى هيئة السعودية للمهندسين وما هو المقصود فيها هذه نعم في البداية أشكركم على الاستضافة حقيقة عندما تتكلم عن أي هيئة مهنية في العالم هي تجمع المهنيين على طاولة واحدة حتى يبدوا يناقشوا احتياجاتهم حقوقهم وواجباتهم في المجتمع وهي زي ما تقول توجه عالمي حقيقة عندك هيئة إصخاص الطبية المحاسبين يعني تضمون كل المهندسين نعم فإحنا الآن الهيئة السعودية للمهندسين بدأت أصلا من أكثر من 30 سنة كلجنة هندسية في زارة التجارة إلى عام 1425 هيئة كم عمرها؟ الهيئة كهيئة عمرها عشر سنوات يعني خلينا نقول الآن عشر سنوات كهيئة ولكن سبقتها اللجنة الهندسية أسست في وزارة التجارة حقيقة بجهود من أخوان الأكاديمين اللي كانت في جامعة المكسوعة الكلية الهندسة واهتمامهم بمهنة الهندسة وكانت في عام 1402 1401 بدأوا بتأسيس ما يسمى باللجنة الهندسية في وزارة التجارة كاهتمام بمهنة الهندسة لأنها كانت مجرد أي مهنة عادية وكبرت اللجنة وتوسعت إلى عام 1402 1423 بدأ النقاش وفي عام 1425 صدر مرسوم ملكي بتأسيس الهيئة السعودية للمهندسين بوجود عشر أعضاء مجلس إدارة المنتخبين كان أول مجلس رأس الوزير وبعدين المجلس الثاني والثالث والآن الرابع يعني الهيئة تضم جميع المهندسين جميع المهندسين لازم الأصل نعم الآن طبعا إلى الآن ما زارت الهيئة تعمل دعوة لكثير من المهندسين طبعا إحنا توجت الحقيقة يعني اللي مو عضو ولا ما علاقة بالهيئة لا يمكن يمارس أصلا إلا عبر الهيئة هي أصلا وعشان كده سألتك هل لازم يصير عضو لازم يصير عضو عشان يمارس كمارس قطاع خاص لكن كيعمل في الدولة إلى الآن في موضوع برنامج أو مشروع الاعتماد المهن اللي احنا قمنا فيه ومزاورة المهنة الآن في مجلس الشورى إن شاء الله يرى النور قريب حقيقة هذا إذا طلع من مجلس الشورى واعتمد لا يمكن أي مهندس يمارس في الدولة أو في القطاع الخاص يعني ما يستطيع أن يوقع على مخطط إلا يكون لديه رقم في هيئة المهندس زي الطبيب زي الطبيب طبعا هو يعني إحنا وهيئة المهندسين ماشيون بخطوة وهيئة التخصصة فيه ماشيون بنفس التوجه طيب وهذا الأصل في العالم طيب إنتوا إيش دوركم في خدمة هالمهندسين إحنا في البداية أول شيء خلل نتكلم عن المهنة دور الهيئة السعودية للمهندسين لخدمة لأننا إحنا تلاح لما تخدم المهندس المهندس إذا أصبح عضو عندنا لازم نهتم أوش أوش نتأكد من جودة درجة العلمية لأنه ما يدخل القلب هذا لأنه مضروب نعم فالحمد لله يمكن أنتم سمعتوا في الفترة الماضية يمكن أكثر من 1200 شهادة استبعدناها اعتبرت مزورة سعوديين سعوديين منهم 32 32 نعم وعندنا أكثر من 18 ألف أتوا يصحون أوضاعهم غير سعوديين وقالوا أن ترمحنا مهندسين فكان معلات أنه عندنا مشكلة في البل الآن نعتقد هذا الصمام الأمان واجب على الهيئة يعني نظفت السوق أنه ما يمارس إلا المهن الحقيقي دول كفاء نعم إلا كان واحد شغلي واحد عنده ما ندري عنه لكنه الآن أول ما يصدر مزاورة المهنة سيكون إلزامي على الجهة المشغلة وهذا إلى الآن ما وصل إلى مرحلة هذه أنه لازم تقول رح تأكد من هيئة المهندسين أنه هذا مهندس طبعا قد يكون نتوقع الآن نحن عندنا حدود 118 ألف عضو مهندس السوق الآن استوعب أكثر من 180 ألف عضو الآن سعود وغير سعود لا لا سعودين واصل حدود 8 ألف 7 ألف خمسمية بس النسبة العظمى الغير السعودية يعني 110 ألف غير سعودين 110 ألف غير سعودين نعم نعم لأننا عندنا في السعودين الآن سوق العامل استوعب حدود 180 ألف منهم 35 ألف سعود هل 118 هذا كف الحاجس لا 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 باقي 70 ألف ما سجل أنا متأكد لأنه الآن في مرحلة تصحيح يعني هذول المسجلين المسجلين سوق العامل استوعب حدود 180 ألف لا يمكن تشغل المشاريع التي تقوم بدون بجود 170 ألف مهندس منهم 35 ألف سعودي والمية والخمسة والثلاثين الآخرين والمية والأربعين الباقين غير سعودي من كم تقدر مهندسين عددهم 180 ألف 180 ألف السعودي كم السعودين حدود 35 ألف عندنا مشكل في عدد السعودين نحن في الماضي لم يوجد لدينا ثلاث جامعات أو خمس جامعات تقدم دعني أرجع للهيئة لكي أوفي حقها أكثر سؤال جاني على موضوع هذا يعني في وضعنا في تويتر وغير أنه الكادر 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 هو كما تقول فكرة طرحتها الهيئة من ثمان سنوات لأنه الكادر أصلا كان طرح كهيكل وظيفي للمهندس المهندس كان يعمل في الدولة موظف عادي بالمرتبة السابعة والثامنة والتازل ولكنه تأهيله يختلف عن تأهيل أي موظفي داري آخر وخلال دراسة عملتها الهيئة واستفادة من تجارب الهيئة العالمية ووضع المهندس وجدنا أن المهندس أصلا لازم يكون عنده درجات مهنية فالكادر هو عبارة عن درجات مهنية مكون من أربع درجات من درجة مهندس مبتدي ثم مشارك فمختص ومستشار وكل واحدة لها طلبات نعم فهذه الدرجات المهنية درست وقرنت على مستوى العالم أيضا سيكون هناك اختبارات الارتقام من درجة لدرجة عشان جودة المهندس سيكون هناك حساب لنقاط التدريب الذي يأخذها التعليم المستمر والمشاريع الذي عمل عليها كل مرتبة لها سعر كل مرتبة لها مطلبات طبعا عندنا العضوية لها سعر لكننا نتكلم على كراتب كراتب نعم لما نقدم هذا المشروع نقدم معه كادر مالي يمكن كثير من المهندسين يسأل عن الكادر المالي لكن الحقيقة نقول أنه عندنا مشكلة في تقدير مكان المهندس الحقيقي يعني خلينا نبسطها مقارنة بالطب قد تجد طبيب يمكن عمره ستين سنة ولكنه ما زال طبيب جي بي اللي هو جنرال يعني عام ولكن تجد واحد أصغر منه عشانه متميد وصل استشاري نبغى المهندس يصل للمرحلة هذه ما نبغى بس هي بالعمر الشغلة لا في دورات في اختبارات مهنية نسعالها في عندنا تشارت واضحة لو واحد دخل موقع لهي يجد التفصيل هذا نرفع كفاءة هذا دورة الهيئة الحقيقي نرفع كفاءة المهندس بعدما يتخرج نستلم المهندس من الجامعة بعدما يتخرج نشعر من واجبنا كهيئة نرفع كفاءته عبر الدرجات المهنية نتمنى من المجتمع أن يستوعب القضية هذه الآن في الحمد لله أنا أعتقد أن الكادر فيه تفهم كبير من أفراد المجتمع من صناعة القرار وزير الخدمة المدنية نجتمعنا معه والرجل الحقيقة أنه يقول هي مسألة وقت في قضايا لوجستية يعني أنا أعتقد أن عندك أنت في الدولة فيها حدود 5500 مهندس يعملون بوظائف إدارية يعني يعني تحويله من الكادر أنا أعتقد أن تحتاج وقت فهم قاعد ينصون الجانب طيب بقى موضوع جانب شوي هل تتفق مع أن مهندس يشتغل في الدولة هذا مغبون يعني لا من داخله ولا من راتب طبعا يعني راتب خمسة ألاف ستة ألاف سبعة ألاف أو يشرف على مشاريع بمئة ثمانيين نعم نعم الحقيقة إنها على الجهتين الغبل كمهندس دولة وكمهندس بصفة عامة في المجتمع يعني القطاع الخاص على الأقل تقول هو بس يضل حتى موظف القطاع الخاص أندر بيت كمهنة على حجم العمل وبالتالي تجد تعثر مشاريع يعني المهندس لم يقدر لم يعطى ساعاته الحقيقية لحظة أنت حين تشو تربط المشاريع وتعثرها بالمهندسين أنا أعتقد بالمهنة عدم تقدير العمل الهندسي أوتوماتيكلي هنعكس على تقدير المهندس يعني أنت الآن لما تتكلم على مشروع الآن هذه جديدة نحن نعرف أن تعثر مشاريع أما بسبب الدفع المالي أما بسبب بيروقراطية حكومية لا لا أنا أعتقد أنت حتى تلعت لبشي جديد العمل الهندسي هو لا يمكن تبدأ مشروع بدون مخططات هندسية المخططات الهندسية عندنا في السعودية لا يعطى حقها قيمتها الحقيقية يعني إذا عندك مشروع يتنفذ بمئة مليون عرفا في العالم من ثلاثة إلى عشرة في المئة خلينا نقول أربعة في المئة يعني أربعة مليون قيمة المخطط في السعودية يتصمم خمسمائة ألف عندك فرق ثلاثة مليون وخمسمائة هذه ساعات عمل لم تسرع لماذا تقيسها بالسعر لماذا تقيسها بالكفاءة الكفاءة يعني السعر عشان تفهم يعني ساعة ومئة ريال موزي لساعة وخمسة ريال أداوي فعسس تبسطها للناس يعني ساعات العمل تنعكس على السعر عشان تبسطها يعني لما نقول لك ثلاثة ونصف لأننا لدينا الدراسات مبنية على هذا الأساس فهي أسهل مثلا ما تقول لألف ساعة عمل هذا عرف في خبار الإنشاعات والبناء أنه مئة مليون مفروض المهندسين أو المكاتب الهندسية من ثلاثة إلى عشرة إلى عشرة كل ما زاد سعر المشروع وكل ما نقصت إلى حدود ثلاثة ونصف المئة تقف نحن نتكلم على نصف المئة في قاب كبيرة جدا لم تعطى حقها طيب فهمنا أنه هذا مثلا مثلا ثلاثة مليون وربع مليون التفقع مكتب هندسي بخمسمائة ثالف يعني متدني الخلل وين في اللي وافض أنه هذا بخمسمائة ثالف طيب كيفني دراسة سطحية يعني أنت تتكلم عن ساعات عمل خلينا نحسبها بلغة البيزنس ساعات عمل عندي ثلاثة مليون ساعات عمل خلينا نقول الساعة بألف ريال ساعات العمل ينقلت أكثر من الربع طبعا هو قدم شيء بس قدم شيء سطحي على قولته ما على قد فلوسك لما نزل العطاء هذا للمقاول وتماتيك المقاول يجد معلومات تحتاجها سيقف المشروع عصر صاحب المشروع يقول لي إيش الوضع الآن عندي معلومة ناقصة يقول لأنتظر أجواب عليك أنتظر جواب عليك هو الدليء اللي صاير وبالتالي لا يمكن أنا أقبل كمهندس أو خلينا نقول مهني أنه ساعات عمل خلينا نقول ألف ساعات عمل أستطيع أن أقدم بدالة 200 ساعة عمل إذا قبلت معناته عندي مشكلة فبالتالي قد تقدم عدد اللوحات ولكن لا تقدم مدروسة العمل الهندسي عمل فكري ما هو ميتيريال ما هو عمل هو لوحات لما ما تدرس الهيئة الإنشائية بعمق ما يدرس التكييف بعمق سيجد نفسه المقاول أمام حقيقة عمية غير واضحة سيقف عمله ويبحث عن الجواب الحقيقي وهذا الوقوف وهذا اللي نستغرب ورحين أنه الآن توجد مشاريع في وزارة التربية والتعليم في القطاع الصحي في القطاع النقل الأنفاق أو الأبراج أو الكباري وغيرها متوقف تجلس أربع سنوات نعم إلى ثلاث سنوات أنا أعرف جسر مشاه في مخرج خمسة عشر هنا في الرياضة عندنا جسر مشاه أربع سنوات نعم هذا الشيبغى دراسة عمق بالله أنا أعتقد أنه أنت لا لا شفاء لا لا يحتاج دراسة أنت تتكلم أنا استهيل أنا أني ما أفهم شفاء لكن جسر مشاه لا لا هو سهل ككونسبت ولكنه صعب كرسم الهندسي حيث أنك تضع الجسر هذا وفي أربع مسام يتمسكه بالملي إذا ما حسبت يمكن فالعمل الهندسي عمل ديتيل على فكرة يوجد جسر قبله حديد ضربته سجارة هنا المشكلة أين لا أشف يمكن هذا الموضوع الثاني لكن أنا أتكلم أنه الكنسيبت ترسمها سهل لكن تحويرها ديلاي في المشاريع لما يجلس هذه أربع سنوات ونحن قد نقول سنتين مثلا مع المباغ تقول سنتين طبعا أنا لا أعزم من دا قد تكون عندك دفعات مالية مشكلة لكن ليست السبب الأساسي لأن الدفعة مربوطة بإنهاء العمل خلينا خلنا خلاصة أنه استرخاص العمل الهندسي أنه دفع ذلك ثمنه وأنا أعتقد أنه لا يمكن تقف الدفعة والعمل منجز ليس دفاعا عن الأخوان الماليين ولا حقو نزارة المالية لكن العمل لم ينجز والمقاول المسكي لا يستطع ينجز لأن الرسومات عنده غير واضحة طيب خلنا برجع لماذا تأخر الكادر والله هذا السؤال قد لا أكون نحن نسعى في الموضوع نحن نسعى نحن طرف نطالب بالكادر يمكن السؤال الذي وجه لصناع القرار وزارة المالية وزارة أخذ المدنية نحن نعمل معهم الآن وعدونا وزارة أخذ المدنية وحقه قال عشان نعرف وين وقف هو الآن هو الآن واقف لدى مجلس الخدمة المدنية وعلى تواصل أنا شخصيا مع الأمين العام وعدني خير إن شاء الله المجلس تشكل جديد طبعا مشكلة لما يتشكل مجلس لماذا يعدك شخصيا لا في نظام لا في قرار لا لا نزرته شخصيا على أساس لا لا شخصيا يعني في مكتبه وقال الموضوع هذا معتبر على أهم المواضيع عنده بسنا المجلس شكل جديد وقلت له بليز يعني مو معناته نعيد اختراع العجلة مستعدين حتى لو أحضرت في نفس يعمل بريزنتيشن لهم عن الكادر لأنه عضاء مجلس لازم يقر الكادر أو يرفع للمقام السامي فهو عدني قال هو يعتبر من البرائيوريتي نمبر وان عند الوزير نفس لنحن قابلنا الوزير وتفهم الوزير الجانب والوزير في البلد أنه لكننا نتكلم أنه هذا أثر على وضع المشاريع في البلد التي ضربت أمثلة فيها من قليل أنا أعتقد البلد يعاني أنا أصور البلد أنه في العلان المركزة مشاريع البلد الآن في العلان المركزة كلها تأن كلهم مرضاني منونوا في المستشفى بسبب أنه عندنا رسومات غير متكاملة ساهمت في أنه لازم أحل الرسم هذه عشان أبني المقاول أصبح ضحية ضعف طبعا المهندس خلا أقول لك شي دكتور الآن مثلا أنا شفت بعض الأبراج البنوك بدون ما أسميها ورجال أعمال معروفين بدون ما أسميهم برضه بسنتين خلص لأنه دفع في التخذي دفع في المخطط يعني نشكل في حكومة يعني في قضية اقرار طبعا أقل عطاء هذا الذي قاتلتنا في العمل الهندسي يعني وحنا حقيقة رسلنا كل الإدارة الهندسية قلنا حط لك سبيكوليشن مثلا المدرسة هذه قيمتها خمسين مليون حتم بني لا تقبل مخططة أقل من القيمة هذه لا تستذكي على المكتب حي يعطيك على أنك أنت هو يقدم لك عمل فكري حيقل لك الفكر حقه يمكن يسلم لك نفس عدد اللوحات المطلوب ولكن بدون مجهود ساعات عمل حقيقية فإحنا قاعدين حقيقة الحمل الهندسي طيب دكتور هما ما عندهم الفكرة يعني أنا حين شرحتي وفهمت وعارف أنت كرجو متخصص في هذا المجال ما يعرفوا هما والله هذا سؤال حقيقة أنا نفس أنا مريت على كثير منهم يقولون مستوعبي لما نفتح المظارف يأخذها طوال الساعة أنا زيك أتمنى هما لأن أنا شخصيا حتى أدعم كلامي أنا ثم كنت في الجامعة حملت دراسة أكاديمية بين علاقة البيمنت وأداء المشروع ومن أفضل عشرين مكتب السعودية وطلعت النتيجة أنه في علاقة مباشرة بين قيمة المشروع قيمة العقد والدليفري حجم العمل المنتج ونجاح المشروع في الآخر طبعا هذه أنا أخذتها من الأدبيات بس واتثقتها من وضعها يعني تأتي للمكاتب الكبيرة هنا وتسألوا لو عندك مشروع المفرد يدفع لك مليونين واندفع يمشي يقول لك يمشي لو عندك مشروع ينضغط عليك بطريقة أو بأخرى وخد تقل يقول يتعثر عندي في المكتب ويتعثر في البناء هذه حقيقة لذلك الدول المتقدمة والهيات الهدسية في الغرب عملت جدو صارحك دكتور ما حد تتكلم في الموضوع ما حد نبش فيه نحن عندنا الآن يعني ما أشوف لكم دور خليب أرجع أتهمكم أنتم كهيئة ما حد تكلمت في الموضوع نكر يا جماعة أن الاسترخاص باعتماد المصاريف أو الهندسة الانشائية في المشاريع هو أساس التأثير لا والله أثيرت بس يمكن أنا تبنيتها بحكم سابق تجربتي كبحثية وأيضا كممارس كممارس يعني لأن أنا أصلا ممارس أثناء فترة تدريسي في الجامعة كمصمم شعرت فيها طرح الموضوع الآن متبنين مؤتمر في أول ديسمبر عن التدقيق الهندسي لأننا نعتقد أن الرسمات الهندسية عندنا تتسلم أي كلام لا تدقق ترى التعثير دكتور أنت أدرى مني يعني من 30 ما أقول أحد السنوات من عقود يعني وطبعا أنت يمكن شخص جزء من المشكلة في قولك أن الحكومة تأخذ أقل سعر وأقل سعر المضروب يعني ممكن له مثلا 3 مليون أخذ مليون 800 بس يأخذ 500 فيه قاب كبيرة جدا قاب لا يمكن شوف فيه الآن ورشة أو فيه المؤتمر الاقتصادي اللي بيصير في الرياض عن غرفة الرياض وحيتكلم عن تعثر المشاريع أهم سبب فيها رسول العمل الاستشاري بتوقفنا فاصل شاهد الكرام فاصل اشتركوا في القناة